تحدى اليونانيون أوروبا وصوتوا بلا على شروط الدائنين لخطة الإنقاذ بأغلبية تزيد عن 61% في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحديا يمكن أن يقسم أوروبا وخرج ألف اليونانيين للاحتفال بالنتيجة التي يقولون إنها ستنهي خمسة أعوام من إجراءات التقشف الصارمة التي أضرت باقتصاد البلاد وعقب الإعلان عن النتيجة قال الرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس سيبرس إن أثينا مستعدة على الفور للعودة إلى المفاوضات في محاولة لإعادة فتح البنوك المغلقة إثرى موجة الذعر الاقتصادية التي انتبت البلاد عقب انهيار محادثات الدائنين ووصفت سيبرس نتيجة التصويت بأنه طي لصفحة مشرقة من تاريخ أوروبا الحديثة وإثبات لعدم إمكانية ابتزاز الديمقراطية واعتبرت سيبرس أن اليونانيين منحوه بهذه النتيجة موقفا تفوضيا أفضل وتفويضا للتواصل لحل معقول وليس لصدام مع أوروبا وأقل وزير المالية يانيس فاروفاكيس إن بلاده ترغب في التواصل إلى أرضية مشتركة مع أوروبا وإنها تستطيع الآن أن تطلب اتفاقا عادلا من شركائها الأوروبيين وتفيد الأنباء الواردة من أثينا بتقديم فاروفاكيس استقالته من منصبه حيث يعتقد أنه غير مرحب به في أوروبا وتقول المصادر إن رئيس الوزراء رأى أن هذه الفكرة قد تساعده على التواصل إلى اتفاق وفي أوروبا شكك رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس في إمكانية فتح البنوك اليونانية لسبوع الجاري ودعا إلى تقديم معونات إنسانية عاجلة لليونان وطلب من أثينا مقترحات معقولة لتسوية ديونها والتجنب أوقات صعبة ويتجه البنك المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في مد شريان حياة صغير ولا احتفاظ بالتمويل الطريق الحالي لكن عند مستوى القيود المفروضة منذ تعثر المفاوضات ويعقد زعماء أوروبا اجتماعا عجلا للثلاثاء لبحث كيفية التعامل مع الأزمة بعد نتيجة التصويت الحاسمة جيهان لطفي روترز